استقبلت أكاديمية الشرطة عدداً من الشباب المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية يتي ذلك لتعرف على إمكانيات الأكاديمية ودورها في أعداد الكوادر الأمنية والوطنية وإسهاماتها الفعالة في أعداد الكوادر الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي استقبلت أكاديمية الشرطة نخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفع الرابعة تحت شعار شباب عدم الانحياز وتفعيل تعاون الجنوب والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية رئيس الجمهورية انطلاقاً من دور مصر الرائد في دعم وتعزيز المشاركة الشبابية والدفع بالشباب بعد تأهيلهم في المناصب القيادية هؤلاء الشباب من 58 دولة من كل قارات العالم أتاحت وزارة الداخلية لهم الفرصة للقيام بجولة داخل الأكاديمية بدأتها بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحث الشرطة وتعرفوا على مساهماته العلمية والتدريبية في دعم وتدريب الكوادر الأمنية من مختلف الدول وكذا كلية الدراسات العليا وإساماتها الفعالة في تمكين الضباط المصريين والوافدين من استكمال دراستهم العليا شباب بتبقى منباهرة بالزيارة الأكاديمية على ماضي السنوات اللي احنا شفناها قبل كده بيأثر فيهم بشكل كبير أن هم بيلاقوا الدرسين في الدراسات العليا من دول أفريقية ودول غربية كتير جداً فدي بيعرفوا قد إن الصرح دوت بيساهم وبيشارك بشكل كبير في المجال الشرطي والقانوني على مستوى العالم كله وشهد الوفد إمكانات المركز المصري لتدريب على عمليات حفظ السلام ودوره في إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية للمشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية الشباب الموجود من الدول الأفريقية بصراحة كانوا متحمسين جداً انبهروا بالإمكانيات الموجودة في أجدامية الشرطة الخدمات التي تتقدم للجمهور والشعب المصري والعربي والأفريقي في توجدهم أثناء توجدهم داخل مصر انتقل الشباب خلال جولتهم إلى كلية الشرطة حيث شاهدوا ما تتمتع به من إمكانات تدريبية وتعليمية تشهد عليها العروض التي قدمها طلبة الكلية للحضور في ميادين التدريب المتطورة داخل الكلية استعرضوا خلالها مهاراتهم القتالية المتنوعة ولياقتهم البدنية وكيفية محاكاة المواقف الأمنية وبمهارة كبيرة كذا تدريباتهم في ميادين التدريب الأمني الفني على التخصص الوظيفي تجربة جداً عظيمة من حيث الإدارة المؤسسية التنظيم قوة العرض اللي شفنا اليوم بيدل على شيء مؤسس بدقة حقيقة أنه كان شيء ممتاز ورائع وبمستوى عالي من الاحترافية نتمنى أن تعمل جميع الدول في المنطقة بهذه الميادين المؤسسة التي تشهد فيها هناك حقاً جداً أعني أنهم يدعون الكثير من المؤسسات للمشاهدة في إيجيب لتعطيهم الكثير من التدريبات والتعليمات التي يعملها للشرطة والستراتيجات التي يعملها للتنمي المستدامة فهذا كثير بحب تلاقي الاستراتيجات التي تعمل في لبنان ونأخذ من تطبيقات مصر ونحطها في لبنان لأننا لازم كدول عربية نشد إيدينا على بعض يسعدنا اليوم بزيارة هذا المقر وكل الشكر والتقدير للقائمين على هذه الأكاديمية على حسن الاستقبال وحسن التقديم وشاهد الوفد عروضاً متميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة والمستخدمة في بعض المهام الأمنية أشياء التي موجودة هنا تعبر عن رؤية قيادة حكيمة واستراتيجية أمنية واضحة يشارك فيها رجال الأمن في مجالات مختلفة منها علمية واجتماعية وثقافية تدريب قوي جداً تلنت جداً مش موجود في حتة غير في مصر يعني حتى على مستوى إفرقية زميلنا الأفارقة هنا ممنبهرين بالمواضيع دي دور أمني متميز لأكاديمية الشرطة تؤكده الزيارات الدولية المتواصلة لهذا الصرح الذي لا يقتصر دوره على إعداد الكوادر الأمنية على المستوى المحلي بل يمتد ليشمل الكوادر الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر